موازنة 23 التي هي مسؤولية الحكومة بوزارة المالية ووزارة التخطيط استلمت مطالبات المحافظات والوزارات 122 تريليون دينار وهذه المطالبات ليس بالضرورة كلها تصرف خلال العام القادم وإنما على مراحل ومن ضمنها موضوع المناقشات لاحتياجات المحافظات بمشاريع المستمرة اللي هي مواصم بها مراحل 50% و40% وهناك مشاريع متلكية وهناك مشاريع جديدة نقترحها للمحافظة إضافتين للجانب التشغيلي الاستهلاكي واللي هو الرواتب وتثبيت العقود وغيرها من أمور بالنسبة للمفاوضات الجارية مع إقليم كردستان أكيد هي استمرار للتوافقات السابقة التوافق تحالف إدارة الدولة الذي تشكله وعلى أساسه تشكلت الحكومة وانطلقت هناك توافقات سابقة لا بد أن تحترم هذه التوافقات مع الأخذ بنظر الاعتبار مصلحة المحافظات المنتجة والمستهلكة والمتضررة من الإرهاب وكل العراق تضرر بالإرهاب كما هي محافظات الغربية في المحافظات الوسط والجنوب قدمت آلاف الشهداء لتحرير هذه المناطق يقال سيد معين أن مفاوضات عندما تم تشكيل اتلاف إدارة الدولة صحيح جرى الحديث بشأن هذه الملفات لكن لم تثبت أو يثبت الاتفاق على شكل نقاط يعني مثلاً حصة الإقليم حتى هذه اللحظة لا يعرف البرلمان كم البعض يطالب بـ 14.2 مثلاً البعض يريد العودة إلى 2017 صحيح جرى الحديث بشأنها لكن لم يثبت اتلاف إدارة الدولة عندما جرى الاتفاق على تشكيل الحكومة هذه النقاط طبعاً هذه النقاط ستثبت من خلال الحوار المشترك بين وفد أقليم كردستان والحكومة الاتحادية إضافة إلى احتساب التصدير الحاصل من أقليم كردستان واللي لا بد من أن تقدم كشفات واضحة إلى وزارة النفط إلى سومو ما يصدر من أقليم كردستان اللي هو يقدر بأكثر من نص مليون برميل نفط والمحسوب هو 250 ألف فلا بد أن تكون هناك مقاصة حسب الاصطلاح المالي ليكون هناك استقطاع لهذه المبالغ المصدرة واللي تدخل في صندوق مالية إقليم كردستان فيستقبع من الحصة المقررة للإقليم ويكون هناك توافق وأعتقد من خلال الزيارات الجارية سيصل الطرفان إلى توافق على هذا الوفود التي بعثتها أربيل لبغداد حول التفاوض هل كانت تتفاوض من أجل الموازنة أم أنها كانت تتفاوض فقط على المواد الملفات العالقة بين أقليم كردستان والحكومة المركزية أيضا ذكرت حضرتك قبل قليل أنه الموازنة السابقة كانت من أحد العوائق تسليم الواردات إلى شركة السومو هل تم الاتفاق عليها حاليا؟ هذا الموضوع طرح ووعد الأخوة في كردستان بتقديم كشوفات بهذا الخصوص حتى بقضية الموظفين في إقليم كردستان وعدادهم ويعتبر بعضا مبالغ بها وهناك مدرع عامين لا يحالون على التقاعد أو يحالون على التقاعد ويبقى راتبهم نفسه فهذه الأمور لا بد أن تكون هناك شفافية لدى إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية ليكون هناك تعامل حقيقي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مصلحة البلد وهناك جدية لدى حكومة السيد السوداني بدعم إقليم كردستان ولكن لا يكون على حساب محافظات أخرى مثل محافظة البصرة وغيرها المنتجة للنفط والتي توزع وارداتها على 18 محافظة يجب أن يكون تعامل بنفس الشيء خصوصا أن أغلبية النفط المصدر من إقليم كردستان هو من محافظة كاركوك وإلا من الآبار الأخرى الموجودة في أربيل وسليماني وغيرها ليس لها طاقة قوية للتصدير وإلا فقط هي الآبار الموجودة في محافظة كاركوك الذي يصدر منها إلى ميناء جيهان طيب قبل قليل أعود على نقطة ذكرتها في سياق الحوار سيد معين الطلبات التي وردت إلى الحكومة تصل إلى 222 تريليون والبرلمان يتحدث عن أن مجمل المبالغ التي سترد في الموازنة ستصل إلى 130 طيب الحديث فرق تقريبا عندنا 90 تريليون كيف سيتم التعامل مع هذا الفرق أن 222 تريليون حتى لو وصلت من المحافظات والوزارات هي قيمة كل المشاريع ولكن ليست كل هذا المبلغ سيصرف في عام 2023 يعني المشروع إذا تم الشروع به أو لإكماله سيكون هناك صرف لجزء من قيمة المشروع وإضافة لذلك تجري حاليا تعديلات على الموازنة وأعتقد ومن خلال متابعاتنا وكنا نتأمل أن يحسن موضوع الموازنة من قبل وزارة المالية وزارة التخطيط ومجلس الوزراء قبل العطلة التشريعية لمجلس النواب ويوم ثمانية آخر يوم وتبدأ عطلة تشريعية يعني بهالحالة سيكون متسع لوزارة المال للحكومة أن تهيئ الموازنة وتقدمها مطلع العام القادم حسب معلوماتكم أين تقف الآن الحكومة في الموازنة يعني في اللمسات الأخيرة طبعا هناك تعديلات كثيرة على الموازنة بخصوص الاستثمارية والتشغيلية تم تضمين مثلا 75 ألف درجة وظيفية لخريجي الكليات الحكومية الأوائل الثلاثة من كل كلية وللدراسات العليا الماجستير والدكتوراه طيب وهذه تم دراستها وإيجاد درجات وظيفية لدى وزارة المالية ووزعت على الوزارات حسب الاختصاصات المطلوبة وهناك 74 ألف درجة أخرى لتثبيت عقود الكهرباء التي تعينه عام 2019 أكيد هناك ضغوط بخصوص المحاضرين ولكن لحد الآن لم يتم البت بهذا الموضوع لكن 75 ألف المتعلقة بالأوائل وحملة الشهادات العليا ستستوعب كل هذه الأرقام الموازنة طبعا هذه قدمت الأسماء على الموقع الإلكتروني مال التابع إلى مجلس الخدمة الاتحادية وزارة المالية واجبها توجد الدرجات الوظيفية وتوزع هذه 75 ألف على الدوائر والوزارات حسب الاختصاصات المطلوبة لدى هذه الوزارات وأعتقد بالإمكان استيعابها ولو مبلغها كبير قد يصل إلى تريليون دينار عراقي إذا نحسب 12 شهر في 75 ألف في معدل مليون يطلع بقريب التريليون وهكذا تتضخم المصارفات التشغيلية على حساب الاستثمارية المتوقع أن تستهلك 65% من موازنة البلد للتشغيلية الاستهلاكية التي هي رواتب ومصروفات وال35% إذا تحققت شيء جيد للاستثمارية وهي من شأنها بناء البنى التحتية والمشاريع وإذا كان هناك توجه لدى الحكومة بالاستفادة من صندوق اتفاقية مع الصين التي الآن بها 3 مليار دولار هذا الصندوق نتيجة بيع 100 ألف برميل يوميا إلى الصين والصين جاهزة لإضافة 10 مليار دولار والشروع بمشاريح للبنية التحتية هذا الموضوع يعتبر دعم لعمل الحكومة للمرحلة القادمة ويجب أن تفكر به بشكل جدي لحل معضلات أساسية للبنية التحتية نعم طيب سيد معيل لو سمحت باختصار يعني كيف يمكن استثمار الدعم السياسي الذي تحظى به الحكومة لتمرير الموازنة هل تم الاتفاق على أن هذه الموازنة ستكون تنهض بالاقتصاد وتحقق بما يتعلق بالبطالة وسوق العمل طبعا أكيد هناك دعم سياسي موجود للحكومة ولما تشكلت الحكومة بهذه السرعة وبإنسيابية على أثر توافق تحالف إدارة الدولة واعتبر إنجاز يوم 27 عشرة ألفين و22 واليوم إحنا أربعين يوم على عمل الحكومة والحكومة تظهر لها آثار جيدة وأعمال تبين بأن لها جدية بهذا الخصوص طيب ولكن يبقى هناك التدخل والمطالبات من المكونات من الكتل السياسية لخدمة محافظاتهم أو لمصالح معينة بالأخص المناطق المحاربة ستكون مؤثرة على موضوع المصادقة على الموازنة وأعتقد إذا وصلت موازنة من الحكومة الاتحادي إلى البرلمان البرلمان سيحتاج إلى مناقشتها وإقرارها إلى شهرين وأكثر في دقيقة واحدة تحدثنا عن رؤية حكومية بشأن الموازنة ما الذي سيشتغل عليه البرلمان قصوصا اللجنة المالية في الموازنة ما هي أولوياتكم سيد معين؟ طبعا من أولوياتنا في اللجنة المالية هي زيادة الإرادات أن تكون لدى الحكومة في الموازنة زيادة الإرادات يعني لا يكون الاعتماد فقط على النفط لا بد أن تكون هناك أبواب أخرى دعا لها رئيس الوزراء سابقا بخصوص نافذة العملة أن تكون هناك ضريبة وقمرق على المواد المستوردة من الخارج من المنافذ الحدودية وأن تترجم إلى أموال تدخل إلى الإرادات وأن يكون هناك جانب تخفيض الإنفاقات غير ضرورية وهذا شيء مهم وأساسي لخدمة الجانب الاستثماري شكرا